اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحية كثيرة تهمكم وتفيدكم فحياكم الله اليوم في برنامجنا نحيي ونرحب فريق تقديم ويانا اليوم في البرنامج في الاعداد حسني البلاونا في التنسيق ميرا القفلي في الاخراج نمر محمد وشاركني اليوم تقديم الحلقة خوية محمود يوسف صباح الله بالخير دكتورة وصباح جميل للجميع ان شاء الله بداية اسبوع مليئة بالنشاط مليئة بالإيجابية مليئة بالعفوية المليئة ان شاء الله بكل ما هو جيد وجميل الواحد يسعى ان يحقق من خلال هذا الاسبوع كل الأهداف اللي حاط لنا لنفسه وايضا يروح على الدوام وهو مرتاح نفسيا مبسوط مستانس حسنا وراء اشياء يبقي يسويها وينجسها خلال الاسبوع وابتسم وابتسم عزيز المستمع لان الابتسامة اول شي صدقة اثنين علاج حق نفسك وروحك وايضا علاج للاخرين لحوائرينك ايحد يشوفك انتم ابتسم يا اخي حتى لو ميدانيك غصبا عليه يعني بيبتسم لك سبحان الله يحس الواحد بالفرح عدوى جدان واحد يبتسم جميل اذا نحن ما نبتدي دكتورة يعني حلقتنا بالتذكير بان عندنا الملحق الخاص بهية الصحة بدبي اللي يصدر مع صحيفة البيان الملحق ملحق البيان الصحي كل يوم احد موجودة نسخة تطلع يعني تطلعوا على هذا الملحق لان في الكتير من المواضيع الجميلة للواحد ممكن يستفيد منها في حياة دراسات فيها حوارات فيها يعني ملحق خفيف جميل لغة السهلة وبسيطة بعد الجميع يقدر يفهمها جميل فنعطيكم يعني بعض الأخبار ان شاء الله على مدار هذا الأسبوع عن هذا الملحق وما يضمه ولكن ما نذهب إلى فقرتنا التغذوية معانا اليوم من هو يانا اليوم استاذ عاش الحمادي أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي واليوم بنتكلم عن أهمية معدن الصوديوم ومصادرها الغذائية صبحت الله بالخير عايشة صبحت الله بالنور يا هلا شو موضوع الصوديوم وين مصادرها الغذائية ليش المعدن هذا مهم بالنسبة لنا نحن وكيف نقدر نحصل عليه كل هذه الأجوبة بنحصلها من خلال هذه المداخلة تفضلي ان شاء الله اليوم عن معدن الصوديوم معدن الصوديوم يعتبر المعادل الأساسية في الجسم وله وايد فوايد بشكل عام الصوديوم موجود بكميات وايد قليلة في جميع الأطعمة الطازجة والطبيعية بس من أهم فوايد الصوديوم يساعد على تنظيم الثوايد في الجسم ويقي من آثار ضربة الشمس لأن التعرض للشمس والحرارة العالية يفقد الجسم قدرته على الاحتفاظ بدرجة الحرارة العادية وقد تزيد إلى فقدان الجسم الماء والأملاح يعتبر الصوديوم عنصر هام لتطور الدماغ وهو يعمل على تحسين وظائف الدماغ وزيادة التركيز ونقص الصوديوم بالغالب يسبب صداع وصمود أيضا يعاني التشنج العضلات من خلال تناول مزيد من العصاير والثوايل الغنية بالصوديوم من فوايده أيضا أنه مفيد للعناية بالبشرة فهو يقاوم أمراض الشيخوخة واللاحظ أنه داخل في العديد منتجات التجميل المضادة للشيخوخة وأيضا يحافظ على صحة القلب ويساعد في تقلصات عضلة القلب ويحافظ على ضغط الدم أيضا لكن لازم نحضر من زيادة في كمية الصوديوم يعني لها مرات مضاعفات خطيرة على ضغط الدم ومن أفضل مصادر الصوديوم اللي هي الفواكه بشكل عام منها التفاح المونز البقوليات والخضار الورقية الكمية الموصبة بها تقريبا بحدود 1500 ميلي جرام تقريبا وما يتجاوز 2300 ميلي جرام هذه الكمية تعادل تقريبا من ملعقة صغيرة من الملح لكن يختلف طبعا باختلاف الأعمار لكن لما الجسم لا يحصل كفايتة من الصوديوم ستسوي بعض ردود الإفعال في الجسم مثل التهيج، مشاكل في الجهاز العصبي، الإسهال، الصداع، تشنجات في العبرات صح أن الصوديوم مفيد لكن حاليا نحن نستهلك وايد من الأطعمة الجاهزة والمصنعة والوجبات السريعة هالأطعمة تحتوي على نسبة كبيرة وأكثر من احتياجها من الصوديوم فلازم ننتبه ونقرأ البطاقات الغذائية الموجودة على الأطعمة الجاهزة ومعرفة نسبة الصوديوم الموجود فيها والمفروض نقرأ ونشوف المفروض ما تزيد النسبة على 5% أهم شيء أن المستمعين يقرون البطاقة الغذائية طيب، اختي عايش أنا بسأل سؤالة الحين نشوف في بعض الشركات التي تصنع الماء وتسوي تحط لك هذا قليل الصوديوم هل أنت تنصحين بهذا الماء؟ هل هو جيد أن الواحد يأخذ أنه قليل الصوديوم؟ ولا هي مسألة فيها دعاية؟ ولا الماء لازم يكون فيه صوديوم؟ ما أعرف يعني شو تنصحين في هذا الموضوع؟ نشوف هاي تقريبا دعاية تجارية بس عشان يروجون حق المنتج الصوديوم في الماء عادي هو مهم بس أكبر نسبة الصوديوم ممكن نشوفها في الماء هي 20 ملي جرام في اللتر الواحد يعني حتى لو شربنا ماء عالي بالصوديوم لترين في اليوم بيعادل 40 ملي جرام ومثل ما قلت نستعى احنا عادي نوصل لين 2300 ملي جرام فهالنسبة وايد بسيطة يعني الناس حاليا قاموا بس ينتبهون على الماء ما ينتبهون على الأكلات الثانية حاليا الأطعم الجهزة وايد عالية بالصوديوم صح والمنتج لاني يبرز نفسه قليل بهذه الطريقة فعشان تشين ناس تنجذب أكثر له صح يعني مثلا قطعة دياي من أي مطاعم الفاس فود بتحفل فيها 2900 ملي جرام صوديوم بس قطعة الدياي الوحدة وكثرة الصوديوم قلنا نحن زيادتها في الجسم مضرة مضرة ترفع الضغط تسوي السهابات في الأنسجاج تزيد خطر الإصابة السرطانية المعدة وايد عشياء جميل فعشان تشين لازم ننتبه لنسبة الصوديوم اللي نحن ناخذها نحن ناخذها كل يوم نعم يعني ننتبهون على الأكل أكثر عن الماء صراحة ممتاز نحن شاكرين لتش أستاذ عايشة الحمادي خصائد التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي في كلمة خيرة تبقين توجهينا قبل أن نختم معاك بس أنصح المتابعين يركزون أكثر شيء على أطعمة الطاقة والطبيعية في وجباتهم ويكثرون من الماء يبساعدون على أطعمة جهزة والمصنعة وأنا أضم صوتي لصوتك وأقول لكم يا جماعة الخير يعني الواحد ما يقدر يقولكم ابتعدوا تماما عن هذا نسقللوا على الأقل ننقلل لا مو بننقلل ابتعدوا أنا أقولكم ابتعدوا بالتدريج أنا معاه بالتدريج عشان الواحد يتعود تدريين دكتورة الواحد ممكن يوصل مرحلة جدام أنه إذا كل فاسفود ممكن بطنة يتعب هي ما يتحمل لا طعم لا يتحمل حتى ريحة الأكل ما تتحملها فأنا أستغرب والله العظيم يعني توصلوا مرحلة يعني الفاسفود فيه ناس عندهم أدمان أنا واحد من الناس دكتورة ممكن أرجع إذا كلت فاسفود يمكن أنك وقفت فترة طويلة من سنة 2000 من سنة 2000 إلينا اليوم ما أجذب عليكم يمكن في السنة مرة أجرب أني أنا أخذ فاسفود إذا مضطر وما أقدر أكمل أحس أن بطني ما يتقبل طريقة طبخة طريقة صحة ريحة طبخة بعد شعور فيما بعد أكله بالضبط والمشكلة أننا ولياء الأمور يسعين يعطون للأطفال فاسفود حرام عليكم يعني تعودونهم على مثل هذا هو حلو إذا الواحد سوا في البيت بطريقة صحية يعني ممن صعوبة أن الواحد يسويه ويتحكم بروحه بمقادرة شو رأيت عايشة؟ صح في البيت إحنا نعاش ياسين الحب بس برا إحنا ما نعاش ياسين حب ننصل أكيد صحيح غير الزيت وغير ماندري كذا وائد أشياء يمكن نحن هنا في الإمارات الحمد لله نحن الدوار الحكومية المعنية بالرقابة الصحية على مثل هذه المطاعم وكذا يعني شادين حيلهم وفي معايير صارمة في هذا المجال ولكن مع ذلك وفوق كل هذه المعايير الواحد يحاول أن يكون طبيب نفسه ما يسعن تصير المسألة عند إدمان لأنه شفنا التجارب عالمية وشفنا أيضا في مطاعم برندات عالمية من الفاسفود وشفنا القذارة اللي يتعاملون فيها مع تصنيع الأكل وتصنيع هذه الوجبات فالواحد يعني قدر الإمكان يحاول أن يبتعد عنها لين ما يوقفها أصلا أو حتى يستعيض أن يسوي في البيت صحيح شكرا لتشاهدها عايشة مشكورة شكرا يوم سعيد سأل في وياه بعد ما من أطلع فاصل يعني يا دكتورة ليش موضوع حلو اليوم موضوع جميل موضوع جدا جميل الواحد لازم ينتبه لهذه المسألة عموما أنا قبل أن أطلع فاصل بس أتحدث بشكل سريع عن مشاركة هيئة الصحة بدبي خلال معرض الصحة العربي اللي بتنطلق فعالياته باتشر إن شاء الله في مركز دبي التجاري العالمي هذا المعرض هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وقد يكون الثاني على مستوى العالم في مجال الصحة تستضيف إمارة دبي معرض مهم لكل العاملين في القطاع الصحي هيئة الصحة بدبي يعني خصصت حزمة من الخدمات والمبادرات الذكية اللي بتتوجه من خلالها إلى مختلف فئات المجتمع نحن إن شاء الله خلال هذا الأسبوع ما نطرح يعني الخدمات الجديدة اللي قدمتنا هيئة الصحة من خلال المجالات الرعاية المنزلية الذكية عندنا أنماط الحياة بعد عندنا برنامج دنترول دنترول أورل دنتو أورل هذا برنامج استراتيجي في هيئة الصحة بدبي يتعلق بصحة الفم والأسمان نزيل واحد من البرامج المهمة جدا جد تحدثنا عنه اليوم ما نتكلم عن من خلال تجربة هيئة الصحة في هذا المعرض أيضا نظام توريد أي آي هذا موضوع جميل نظام لأتمتت بعض الإجراءات الخاصة بإدارة العقود والمشتريات هذا موظف يديد موجود في هيئة الصحة بدبي هذا النظام أقول شيئا موظف يديد قاعد يشتغل موظف ذكي يشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من غير ما يوقف صراحة من أحلى الأشياء الأنظمة الذكية وأيضا نظام سلامة نتكلم عن مسار إدارة تسمم الدم من خلال هذا المعرض عموما الكثير من الأمور المطروحة من خلال هذه المشاركة نحاول ركز عليها بالتفصيل عن كل الخدمات اللي طرحناه وغيرها من الخدمات اللي بتكون مطروحة إن شاء الله في هذا المعرض مثل ما قلنا بيكون في مركز دبي التجاري العالمي نحن ما نكون في الكونكورس الممر اللي موجود في مركز دبي التجاري العالمي على المدخل الرئيسي تقريبا أول جناح نحن موجودين بإذن الله من 28 إلى 31 يا ناير حياكم الله زورونا هناك وتعرفوا على هذه الأنظمة الذكية وأيضا آخر ما يطرح في مجال الصحة العالمية كبريات الشركات موجودة كبريات المستشفيات موجودة العالمية نتكلم واللي ميزة أن كل التخصصات الطبية حتى الإدارات الطبية موجودة في هالمعرض اللي يشتغل في القطاع الصحي معني بهذا الموضوع ومعظمهم إذا مبئمية بالمئة منهم لازم يمرون يوم دكتورة على المعرض وأيضا المعرض مفتوح كذلك للعامل اللي اطلاع على أبرز هذه الأمور ونطلع فاصل أنت رحبت به نمر اليوم ولا؟ رحبت به هي أكيد النمر مزمان ماياني البرنامج أكيد أنت طالع من صباح جميل رحبت لتحت الهوى وبعد على الهوى يا سلام وعموما ونطلع فاصل ميرا الإغفالي موجودة معنا في التنسيق اللي حابي تواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية ما نقراها إن شاء الله على 4006 هناك سؤال يقول أم محمد هل سمك السلمون يزيد الكرستر ولا أعتقد هي مو كاتبة شي بس أنا أعتقد هذا هو المسج من جاء بعد الفاصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا الدكتورة 600551414 رسائل النصية على 4006 حياكم الله حياكم الله مستمعين ميرا يعني تستأذنكم وتطلب منكم يا جماعة الخير اللي عنده مداخلات لبرنامج البث المباشر ترى البرنامج خلص الساعة يعني عشر إلى خمس خلص البرنامج فأنتو تأخذون الخط عن ميرا لبرنامجنا نحن فهي يعني تحاول إذا الله خير تكون لبيقة معاكم وتبغي تسكر لكنتو ما شاء الله تسولفون تسولفون فالخط يكون مشغول عندنا فالله يخليكم يعني اللي ما عنده مشاركة معنا في برنامجنا خلال هذه الساعة يترك الخط هذا لنا على أساس اللي الناس اللي حابين يشاركونا في البرنامج ممكن نستفيد من مداخلاتهم أم محمد تقول هل سمك السالمون فيه كليسترول سمك السالمون ما بسلفة أن يحتوي على الكليسترول سمك السالمون فيه دهون مفيدة للجسم منها وعنها وهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأوميغا ثري هي هاي المادة اللي هي الأوميغا ثري أساسية لتعديل مستوى الكليسترول في الدم وتوفر قضاء سليم بعد للجسم نفسه بس حتى ولو ما نزيد الكمية اللي ناخذها بطريقة كبيرة أن نستخدمها بكميات كبيرة اللي عندهم كليسترول بعد يفضل نسب معينة يستخدمون حتى من سمك السالمون أو الأشياء الثانية اللي تحتوي على نسب دهون معينة لأن حتى طريقة طبخة تأثر أنت شكت شوينة أضيفي لزيوت معينة ولا لا هالأشياء بعد بيزيد من نسبة بس كسمك هو يحتوي على الأوميغا ثري وهو مفيد أصلاً للجسم بس بعد في نفس الوقت نستخدمه بكمية معقولة والله دكتورة وأنا مسافر كله سالمون وين ما نصير؟ ما شكل حلال كله سالمون سمت عموماً موضوعنا القادم نتكلم عن قسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة هذا القسم واحد من الأقسام المميزة جداً وساهم بشكل كبير في تحسين الحالات المرضية التي ترد المستشفى وترفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة معانا الدكتور حيدر وريدان أخصائي علاج النطق في قسم إعادة التأهيل في مستشفى لطيفة صباح كرلا بالخير دكتور صباح الخير دكتور صباح النور يا لبيكم حياكم الله على جهودكم الطيبة دائماً لنشر الوعي في إمارة دبي وأرجاء الإمارات بشكل عام الله يخليك دكتور حياك الله دكتور تكلمنا عن إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة وهو واحد من الخدمات المميزة اللي قدمها المستشفى بس حابين تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي قدمها هذا القسم أوكي لدينا طبعاً خدمات متنوعة لإعادة التأهيل طبعاً مثل ما نعرف مستشفى لطيفة هي متخصصة في الحمل والولادة وإعادة التأهيل فنحن متخصصين في الأطفال لغاية من الولادة لغاية سن 13 سنة وبعد سن 13 عادةً بيروحون يا مستشفى دبي أو راشد على حسب الحالة طبعاً بالنسبة للأقصام الموجودة أو الوحدات الموجودة عنا عنا العلاج الطبيعي موجود بشكل كبير عنا أيضاً العلاج إعادة التأهيل وعلاج النطق اللي هو أيضاً ضمن تخصصي وعنا إعادة اللي هي اللي هو تشكيل الجبائر والأطراف الصناعية موجودة عنا في القسم وعنا أيضاً عنا قسم اللي هو العلاج النفسي بالمجمل هاي التخصصات الموجودة التغطية نحن نغطي اللي هو المرضى اللي يأتونا من الخارج طبعاً مش فقط من إمارة دبي يجينا من الإمارات الأخرى حتى من عمان أحياناً يجينا بعض الحالات نستقبلها فهي تقريباً الحالات اللي هي من الخارج أيضاً لدينا الأقصام الداخلية وخصوصاً علاج الطبيعي بيغطوا على مدار اليوم اللي هو الحالات اللي عندنا مثلاً فرداً الأطفال اللي الأطفال الخدش فرداً هم بحاجة لرعاية إضافة غير لرعاية طبية من ضمنها اللي هو أيضاً القسم الثاني اللي هو إعادة التأهيل جميل دكتور نحن ما نتكلم عن النطق التخصصي هذا التخصص النطق اللي عندكم موجود عنه هاي هذا أنا أبغي أتكلم الحين عن أبرز الحالات اللي تراجعكم في القسم وأيضاً أبغي أعرف شو هي العلامات والمؤشرات اللي ممكن أولياء الأمور ينتبهول إذا ما تأخر النطق عند الأطفال صح طبعاً الحالات اللي هو أكثر انتشاراً مثل ما نعرف حالياً خصوصاً في الخمس سنوات الأخيرة نتيجة زيادة الوعي الموجود سواء عن طريق الإعلام وعن موجود أيضاً انتشار الحالات وصار عندنا أيضاً التشخيص أفضل وأعلى فهذا الشيء ساهم على اللي هو الوعي بالنسبة لموضوع التوحد فالتوحد هو بالدرجة الأولى الموجود من الحالات لها استقبلها الدرجة الثانية عندنا أيضاً الشلال الدماغي وعندنا أيضاً حالات أنواع عديدة من السندروم أشهرها طبعاً اللي هو دون السندروم أو متلازمة دون والحالات الثانية مثل حالات التأثاء أوكي اللي هي تجي نتيجة يا محالة نفسية أو نتيجة يعني يكون وراثي أيضاً ممكن يكون عامل وراثي هي تقريباً وعندنا أيضاً التأخر النمائي نتيجة التأخر مثل أي مثل ما أن الطفل ممكن يتأخر في المشي فرضاً ممكن أيضاً يتأخر في النطر يكون طفل طبيعي جداً ولكن في عنده نتيجة ظروف أو لأي سبب من الأسباب أو تشوّق خلقي ممكن يكون أدى إلى تأخر الطفل في موضوع اللي هو الكلام نعم بالنسبة سؤالك الثاني الشقة الثانية من سؤالك اللي هو شو العلامات الممكن اللي أم تنتبه له طبعاً بالدرجة الأولى أكون معك صريح غالبية الأمهات سبحان الله ربنا يعطيهم نوع من الأحساس إنه في شيء غلط لأنه هي أقرب وألصق إنسان في الطفل فهي تلاحظ إذا فيه أي تغير في الطفل تلاحظ على طول الأم من البداية سبحان الله أحساسها هو من أكبر المؤشرات كباب الأحساس أنا أتكلم في الدرجة الأولى دائماً يجيها الأم فيها أحساس معين فمجرد إنه يكون عنده أحساس إنه فيه شيء خطأ أو إنه حاس إنه ولدها متأخر الأفضل الأفضل خطوة إنه أول تتخذها إنه ما يعني ما ترد على الآخرين يقولوا له فلان مشى فلان تكلم بسم معين أي كلها طبعاً ما فينا كل طفل عنده خصوصيته فممكن نعمم حالة مثلاً ولد عمه أو أخوه تكلم في سن متأخر معنى هو نفس الشيء حيقدر يتكلم في سن متأخر كل إنسان عنده ظروفه هي اللي تحدد هشيء إذا كان يقدر ولا لا صح يكون فيه اختلافات فضل لا يكون فيه اختلافات بين الشخص والشخص الثاني طيب صح كلامك سليم كرامك يعني شو هي العوامل اللي ممكن تؤثر هل فيه عوامل وراتية هل فيه عوامل ممكن بسبب ما أحيانا العوامل أبغي عرف المؤشرات الأساسية هي هي أوكي ما فيه أي مشكلة إن شاء الله كلمك عليه طبعا فيه عنا مثلا كمية عنا الحالات طبعا أنواع مثلا بالنسبة للتأخذ المتزا عفوا الزواج المتأخر عادة طبعا مش إنها شرط قاعدة عامة بس عادة من ضمن الأشياء الممكن تؤدي إلى وجود بعض التفرات الجينية أو مثل المفرضة مثل متلازمة دون هاي الأشياء اللي هو فدائما ننصح الخصوصان اللي بتدوجوا في السن متأخر أيضا ننصحهم أيضا يسووا اللي هو الكشف الطبية حتى يتأكدوا إنه ما فيه أي شيء يمنع اللي هو وجود الأطفال بأنه نكونوا سليمين فهي نقطة الأولى اللي هي التنمي للزواج لابد يكون فيه عنا وعي بالنسبة للأمور ثانية نقطة قد يكون الطفل عنده تشوق خلقين نتيجة اكتماع أو يمكن يكون الأطفال خدش فردا ما اكتمل نموها بشكل سليم فهي شيء ممكن يؤدي إنه الطفل يتأخر بالنطف أيوا بالضبط خاصة أنه مقارنة سنها الطبيعي بالسنة الفعلي اللي الحين موجودة الحقيقي صح نسموه الـ مع فطبعا دائما نشوف في الأطفال الوضع الطبيعي على السنة تقريبا سنة وشهرين يبتد مثلا ينفض بابا وماما لما يبتد الطفل صار عملا فردا سنة ونص ولسه ما في أي بوادر إن الطفل يحاول يعني أيضا لا تكون فهم لمراحل أي يتكلم صح ما في أي أو حتى فهم أيضا غير مسألة للنطف طبعا مهم جدا ولكن عامل اللغة الاستيعابية أو الفهم لازم أيضا مؤشر جدا مهم إن الطفل يكون موجود عنده الاستيعاب بالدرجة الأولى وفي بعض الأطفال نحن ما ننكر أنه في أطفال ممكن يتأخر ولكن فهمه ممتاز قد يتأخر شيء بسيط ولكن أهم نقطة أنه مجرد حسنا أن الطفل بدأ يعني يتأخر شوية على الأقرانة نفضل مداركة الأمر بسموه تدخل مبكر التدخل مبكر لها دور عامل فعال جدا في أن النتائج العلاجة تكون فعالة دكتور شو العلاجات اللي تقدمونها في القسم عندكم بالنسبة للعلاج النطق نفسه في عنا اللي هو طبعا حسب حالة الطفل في عنا بعض الحالات اللي هي يكون عنده مشاكل أيضا في البلع غير يعني تخصصنا مش فقط مركز إذا كان الطفل عنده مشكلة في الاستيعاب أو في اللغة التعبيرية أيضا من ضمن الأشياء اللي نقدمها إذا كان الطفل عنده أيضا مشاكل في البلع خاصة الأطفال الخدج يعني مرتقب جدا أنه يكون عندهم مشاكل في البلع أو أطفال الشلل الدماغي أوكي هاي من ضمن الأشياء نقدمه أيضا الأطفال اللي عندهم مشاكل سمعية أحيانا يستمع عملية زراعة القوقع عليهم فهم بحاجة أيضا إلى إعادة تأيل يعني كون العملية طبعا خطوة جدا أساسية ومهمة ولكن بدون إعادة التأيل كانتها ما سونا شي كانت زراعة مجرد في أشياء دكتور في أشياء أنتوا سويتوها في القسم يعني من الإنجازات أو قصص نجاح تكون واحد جدير أن يذكرها كعمليات نادرة أنا بالنسبة لي بالنسبة لي للحالات اللي هي تم دمجها خاصة أطفال اللي كان عندهم توحد يعني حالاتهم خفيفة لمتوسطة حالات شديدة بحاجة إلى علاج طويل بس الحالات الخفيفة أو حالات مثلا فرضا مثل بعض زراعة القوقع لإستجابتهم جدا مهمة وصل ست أشهر الأولى بعد العملية كون استجابتهم جدا جميلة فالحالات أنا بالنسبة لي أكبر نجاح لما أشوف الطفل يوصل لأنه يقدر يدخل مدرسة عادية لأنه مستقبل الطفل مرتبط في العامل الدراسي مستقبل الطفل ومستقبل عائلته المستقبلية ومستقبل كل شيء النجاح لكل هو نجاح لنا وللأهل وللطفل طبعا اللي هو المستفيد الأول أكيد من الخدمة دكتور حيدر دائما يقولون يعني أو مم دائما يعني في بعض الناس يؤمنون ب يعني العلاج الشعبي الطبيعي فيقول لك أنه في مواد طبيعية ممكن أن تستخدم لعلاج صعوبة مثل يعطونه مثل عسل الحب السود قنزبيل السنجبيل ها كثر واحد هالكلام صحيح دكتور ولا أقول معك صريح أي شيء بغض النظر حتى لو دوا ومش أنه حتى عشاب حتى الأدوية العادية كثرة الأشياء اللي هي المتداولة في السوشال ميديا نعم يقولون مثلا هذا يفيد وهذا ما يفيد نحن ما نكون العسل إلى فوائد ولكن ما في شيء علميا يربط العسل فرضا في علاج النطق طالما أي شيء من دامة خبر الأهل لا تعتمده فقط على الأقاويل اعتمده طالما أن الشيء علميا وأنه فيه أبحاث تمات عليه لازم نستخدم وحتى نحن في المستشفى غير مصرح لنا نستخدم أي نوع من العلاج إذا كان مثبت علميا نحن نفهم نمر نمر يقول يرر لسانه أو اللي عطى ملفوف قبل لا يرقت ملفوف 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 الناس تربط هالأشياء تربط دايما بالحنجرة أو تدفئة الحنجرة عشان شذيء عموما شكري لك دكتور حيدر وريدانا خصائي علاج بالعكس لنا شرف أن نكون في برنامجكم ونقدر نمفيد إن شاء الله دعونا للمستمع إن شاء الله لنا التواصل دائم معاك دكتور لأن هذه مواضيع مهمة جدا وأولياء الأمور يجب أن ينتبهوا لها نحن نطلع فاصل بعد الفاصل ما نتواصل معاكم مستمعين فابقوا معنا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي الإعلام عبر إذاعتكم وميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا دكتورة 600551414 رسالة نصية على 4006 من زين السلام عليكم ممكن لربات البيوت يدخلون المعرض طبعا تتكلم عن معرض الصحة صحة العرب هذا المعرض الذي تحدثنا عن مشاركة هيئة الصحة فيه إن شاء الله المعرض سيكون دكتورة من تاريخ كم؟ من 28 ل31 يناير 2019 بيكون في مركز بيت تجاري العالمي طيب بيكون معنا إن شاء الله العديد من الخدمات اللي بتطرحها الهيئة من خلال هذا المعرض بنذكركم مستمعين الأعزاب الخدمات اللي بتكون الرعاية المنزلية الذكية عيادة أنماط الحياة برنامج دنتو أورل ونظام توريد ونظام سلامة توريد AI لا تنسين توريد AI ونظام سلامة مسار إدارة تسمم الدم دكتورة نحوين مكانة بيكون بيكون في الكونكورس إن شاء الله الكونكورس هذا أول ما تدخل المركز دبي التجاري نحن منصتنا بتكون هناك وأيضا المعرض مفتوح بالنسبة لي اللي يبغي يشوف معظم الشركات اللي موجودة في الكونكورس ولكن أعتقد أعتقد محتاجة نكن تسجل إذا بتدخل القاعات نازم التسجيل وتبغين الصدق أنا نادر ما أدخل القاعة يمكن بسبب أن أنا وجودي في منصة هيئة الصحة أكون موجودة بس أحاول قدر الإمكان أني أنا شوف معظم للقاعات والحلوة أنك تتعرف على أشياء وائدة حتى لو نقرأ ونتصفح بس غير يوم يكون جدامك عموما لم يمكن لربات البيوت يدخلون المعرض ممكن يدخلون المعرض حياكم الله هني سهيلة سالم مبارك تقول أرجو الاتصال ضروري شو فيها يا ميرا شو في سهيلة غريب عبدالوهاب ما اتصل فينا يوم تكلمنا عن التأخر في النطق ما اتصل فينا هني حد نطر يقول بغيت رقم دكتورة منال كريم ويقصد منال تريم يمكن يليت والله تبعثلنا اللي تبغي ممكن نحن نوصل لأننا نحن يعني ما نملك أننا نحن نعطي أرقام الدكاتورة أجمع تخير لا تحرجون معاهم سواء إذا كانوا هم موجودين ولا كذا وممكن نحن نحول رسالتك لدكتور لكن أفضل إذا كانت المسألة يعني ممكن الكل يستفيد منها أن تبعثوا لنا على هذا والدكاتورة موجودين في المستشفيات وموجودين في مكاتبهم ممكن تتواصلون معاهم بشكل مباشر نحن قرينا الدراسة اليوم ولا ما قرينا الدراسة اليوم والدراسة جدا مهمة تقول المبالغة في السهر تزيد احتمالية الإصابة بالسكري قالت قالت نتائج دراسة حديثة أن الذين يبالغون في السهر ويجدون صعوبة في الاستيقاظ مبكرا تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بالسكري بمعدل مرتين ونص مقارنة بمن يستيقظون في الصباح الباكر ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة نورث أمبريا ببريطانيا أن الطراب عادات النوم وليقظ على هذا النحو يؤثر سلبا على العادات القذائية ويزيد خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية Advances and Nutrition يرتبط السهر بعادات قذائية غير صحية مثل تناول الطعام في وقت متأخر من الليل كثرة تناول مشروبات الكافيين استهلاق مشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية إلى جانب قلة تناول الخضروات والفواكه وتتأثر عملية التمثيل القذائي وحرق السعرات الحرارية نتيجة كثرة السهر وعدم الاستيقاظ مبكرا وينعكس ذلك على تضاعف احتمالات الإصابة بأمراض السكري والقلب وزيادة الوزن نتيجة العادات القذائية غير الصحية هذه الدراسة قارننا لسبوع الأطافة على فكرة بس زين أننا نحن عدناها اليوم لأن من الدراسات المهمة جدا الواحد بصراحة معظم السلوكيات الخاطئة السلوكيات الغذائية الخاطئة تأتي في السهر خاصة بالليل لأن الإجازات مرات تكون خاصة أنت الحريم تتيمعون شذا في يلسة من زين يلساتكم هذه وحش لازم حشة طول السهرة والحش ما يحلى من غير شوية مكسرات كان زين مكسرات حلوياتها الحين أنواع وشكال بس مقارنة بقلك مقارنة بقعدة الريايل الميالس والخيم المفتوعة نحن قعداتنا ترى وايد أقل ستوات وايد أقل حتى يوم تحط معظم الحريم يكونوا مساومين رجيم أو مقللين في الأكل أي رجيم هذا مثل شفتي شفتي جزاويرت نمر مثل تعرف شو اللي يعطي مندي ولا يعطي هذاك البرياني الشي اسم الدسم حار هي ولا يعطي عيش ولحم ويعقب يقول لك لا يبلي دايت بيبسي أو دايت كوك لا تقولي الاسم أنا ما أقلت حين داش أنت في الاسم دايت خلاص ما بنتخل في الاسم لا ودايل ليش والله مسوي رجيم هي رجيم على الأقل بدل ما ياخد السعرات كاملة ياخد جزء من السعرات صح ولا لا يعني اللي 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 اللطمت هذا كان قبل كله في صوب ويهيت على يعني المشروب الغازي ما تسوي فيه رجيم براية بدل ما بعمية سعر حرارية بيكون واحد سعر حرارية أنت بعد براية تقولين أنت الدكتورة ولا أنا الدكتورة الحين ما أدري بدها ما تنصر أشوفها بطريقة ثانية الأمدال ما ياخد والله ما هاشي أودنكم في داية غير هاي الطريقة الثانية اللي شوفون فيها الأكل يا جماعة الخير صدقون الأكل واحد مسألة مهمة أن نحن منتبه له هذه صح هذه صح هذه صح وخاصة بالليل لأن الواحد يوم يسهر فترات طويلة بتشوفون تركيزنا مبعا على الخضرة والفواكه ونفس ما قلت أنا عن المكسرات لا يكون تركيزنا على الأكلات الدسمة سبحان الله والواحد يوم يسهر لساعات الليل المتأخرة لازم بيعل في الليل فبيدور للشي يأكله بحيث أنه يثقل بعد عليه ما بيدور شي مثل خفيف أو شي يعيش خفايف بيدور شي في قيل نحن نبغيكم إذا أحد عنده أي مشاركة على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة سهيلة طلعت تبغي البت المباشر بعد حين خلصنا المكالمات ضغط المكالمات على البت المباشر الله يخليكم باشر وصبوا عمر بارك الله فيكم أن يقول لهم وقفوا رسائل حق البت المباشر لأنه يكون فيه مرنامج خاص ب زميل محمود يوسف عن الصحة فاللي عنده شي يوقف لين الساعة عشر بارك الله فيكم لأن بأمانة تسحموا لنا الخط يا جماعة الخير فاللي يبغي يتصل ليحصل الخط مشغول ما بيقدر يتواصل معنا عطار الخضرة دكتورة فالله عرفت هذه الدراسة يقول لك ينصح الباحثون باستهلاك المزيد من الخضروات الورقية لحماية صحة الكبد إذ يعد وداء الكبد أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي حالة تراكم فيها الدهون في الكبد طبعا هذه الدهون تعيش ما بين 30% و40% من البالغين في الولايات المتحدة مع هذا المرض يعني فيه تقريبا أكثر من تحت النصب الشوية من سكان الولايات المتحدة يعيشوا مع هذا المرض من زين هذه شو اسم الحالة؟ بحسب Medical News Today هاي صحيفة طبية الحالة شو يسمونها؟ فإن هذه الحالة هي واحدة من أكثر الأسباب الشائعة لمرض الكبد المزمن في البلدان الغربية ويعزو الخبراء السبب إلى عدد من العوامل منها البدانة وزيادة الوزن والمخاطر الأيضية طيب عموما الدراسة هذه في معاهة دراسات ثانية صارت في علماء من معهد كارولينسكا في السويد نشروا دراسة أشاروا فيها إلى أن النترات الغير عضوية وهي مركبات موجودة بشكل طبيعي في الخضروات الورقية يمكن أن تقلل من تراكم الدهون في الكبد وفيه دكتور ماتيس هو أحد كبار الباحثين والمؤلفين للدراسة هذه اللي سواها مع زملاء طبعاً قاموا بدراسة آثار إضافة النترات الغذائية على الحمية الغربية القنية بالدهون والسكريات في الفئران وتم تقسيم الفئران إلى ثلاث مجموعات وأطعموا كل منها نظاماً قذائياً مختلفاً وقال الدكتور كارلس تورم عندما قمنا بإعطاء الفئران مكملات قذائية تحتوي على النترات مع الحمية الغربية الغنية بالدهون والسكر وجدنا أن نسبة الدهون في الكبد أقل بكثير من التي لم تتناول النترات هذه الفئران هذه الفئران ننزل الفئران تناوله النترات اللي كانوا لديها الخفاض في ضغط الدم وحساسيته كانت أفضل للإنسلين من تلك اللي لم تتناولها النترات نزيل وكما يعرف فإن استهلاك الفاكه والخضروات له تأثير إيجابي على وظيفة القلب والأوعية الدموية طيب يعني الدراسة كلها يعني تلخص لنا أهمية الخضروات الورقية والمركبات المسؤولة عن هذه الخصاص الصحية اللي مثل ما ذكرت الدكتور وتأكد أن النترات هي المفتاح للكبد والصحة الأيضية الأيضي يعني للجسم حرق الدهون يعني حرق الدهون حرق السكرية ينصح الباحثين الناس باستهلاك المزيد من الخضروات الورقية مثل السبانخ الخس الجرجير شو هذا الكرفس أنا ما عارفه الكرفس اللي هو مثل مثل البصل الأخضر بس شكل كبير هاي هاي عرفت شكله شي كبير نزي كدوا هذا اللي تقول عندنا الدكتورة نحن نحط أكثر شي في الشوربات نحن نحط نحط الصرفات نعرف الجرجير نعرف الخس هم خضرة ورقية خيار زين أحيانا شو يسوون الله يهديهم يقشروا لك الخيارة ليش يتقشرها الفائدة كلها صراف القشرة الحين سبحان الله بس بتشوف الناس خلصت وعت وثقافتها كثرت فنادرة ما تشوف حدي يقشر عموما يعني الواحد اللي يبغي يحصل على تأثيرات الوقائية لهذه يتناول حوالي 200 قرام في اليوم من الخضروات الحلو أن حتى الفئران اللي سووا عليها التجارب خلوها تاكل أكل القني بالدهون معها ضافوا لها الخضروات الزيادة أو المكملات الموجودة في الخضروات لأكلها الدهني ومع هذا كانت نتيجة يعني إيجابية يقول لك هني البصل والثوم جاو بيه النمر يقول البصل والثوم البصل أي واحد فيهم عندنا بصل الأخفاء لا تصلي عندنا الله يخليك البهارات الليمون تخفف ريحتها وحتى تخفف قوتها شوية أو نحطها في الروب أو في الصلطة مع الصلطة فتحس طعامها شوية يتخفف ما يكون بقوة مع أننا كاتترا هذه جامعة منستوتا تقول أن في طريقة بسيطة ولذيذة الواحد ممكن يكافع فيها الشيخوخة أساس الخضروات والفواكه هني شوي منتقلين على موضوع الفواكه يقولون أنها مالفراولة الكيوي طماطم الخيار على فكرة من الفواكه نحن نحط في إطار الخضرة بسية من الفواكه دكتورة عموما علماء الجامعة يأكدون على أن تناول بعض أنواع الفواكه والخضروات ممكن أن يأجل بداية مرحلة الشيخوخة وحصول تغيرات في الجسم بسبب التقدم بالعمر ومن خلال هذه التجارب التي أجراها علماء الجامعة عشان يختبرون فرضيات تأثير الفواكه والخضروات في عوامل التغيرات المرتبطة بالتقدم بالعمر اكتشفوا أن إضافة إلى الطماطم والخيار والفراولة الكاكي الكيوي عندهم نفس الخصائص كذلك وتحتوي هذه المواد على نسبة عارية من مادة الفيزيتين شو هي المادة تعرفينها؟ ساعد في القضاء على الخلايا القديمة في الجسم مسبب ما يشبه تجدد الخلايا طبعا تجري هذه العملية في الجسم بصورة تلقائية بواسطة جهاز المناع يعني أنت من تأكل على طول تقوي جهاز المناع عندك فكما تقدم بالعمر حماية الجسم تضعف هذا بالذات يعني هو سبب تآكل الجسم على قيام مادة الفيزيتين بتدمير الخلايا المستهلكة والقديمة يعني الخلايا التي تستهلكتها خلال هذه تدمر فأنها تقلل من عددها من خلال إبطاء ظهورها وفقا لعلماء جامعة مينيسوتا يقولون تعمل هذه المادة طوال العمر على تجديد الخلايا وإبطاء شيخوختها ويفيد هذا الاكتشاف في إعداد نظام غدائي مثالي للمسنين ما يساعد في منع ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد ترحل الجلد وكذلك الأمراض الناتجة عن ضعف مناعة الجسم يعني هذه وصفة عشان هي ما بالحق يقول لي الحريم يقول لي الحريم بالجميع لا والله أقول لك حين بعد الريائيل والعنتين في مواضيع التجميل وما تجميل مستوين خاص عن الحريم كل واحد صار شفط لي واللي سواء لي يعني قبل كنا نقول الحريم والحريم صح الحريم بعد يزودونها زين ولكن يا جماعة الخير ما في أفضل يعني أنا أنا أعتقد أنا وجهة نظري حتى أتذكر يعني أحد الزميلات قلتني عن أفضل عيادة ولا شغلة في عمليات التجميل وكذا وغيرها قلت له يعني ما في أجمل من خلقة رب العالمين يعني إذا ما عندك مشكلة طبية مشكلة كبيرة أثر على حيات الواحد يعني التنفس في الخشم يعني هي تقول لا أنا ما أحب شكل خشمي ولا كذا وكذا قلت له يعني سبحان الله رب العالمين سوالنا هذا الشيء عن زين وفق أجمل صورة الجمال ترى مو بإنك بتسويش مقاييس معينة تراك يعني تعرف يعني كأن كل شيء متناسق مع شيء ثاني بالضبط إذا ما فيها يعني حاجة طبية ممكن أن يعني تأثر على صحتك يا خي ما لداعي يعني للأسف نحن نحولها من من أمور صحية طبية إلى تجارة نحن نحولها ما ما اللي يشتغلون بالدكاترا على كثير ما نحن نسويها كتجارة مرات الواحد ما يشوف بس الفائدة أو الشكل بس ما يشوف بعد المضاعفات إذا صار شيء وهو بالنسبة هالعمريات والله اليوم فتحنا مليوم موضوع دكتورة اللي غير مهمة عبد الرحمن حصاي عبد الرحمن حصاي صبح عليكم صباحك الله بالخير عبد الرحمن اليوم ما شاء الله فتحنا وايد مواضيع دخلنا فيه أكثر مواضيع لكن كانت الشغل الرئيسي بالنسبة لنا اللي هو الخضروات والفواكه يا جماعة الخير الخضروات والفواكه مهمة إذا الواحد يقدر يعطي 200 جرام خضروات 200 جرام فواكه الإسناك ما للحش ما لكم سووه فواكه قام يدق الحين نمر بيختم عموما شكرا لك ميرا اللي اغفر لي كانت معنا في التنسيق كل الشكر للي نمر محمد عبده ما نبغي نشوفك باشرة الله يخليك شكرا خليك في صباحة الخير واقفلنا على الدقيقة واقفلنا على الثانية شكرا لك نمر لا بالعكس نتشرف بوجودك دائما معنا شكرا لك دكتورة عايشة البسطي هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي ونلقى لكم في الغد إن شاء الله حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي